وحياة الإنسان فرصة واحدة غير قابلة التعويذ أولا من عمركم ما يتذكر فيه من تذكر فرصة واحدة أمور الدنيا يتحل الإنسان فرص يعني قد يخسر و يفشل لكن يعوض يخسر في سوق التجارية يعوض يخسر حتى في اختبارات المدارس و التعليم يعوض في أمور الدنيا بإمكان التعويذ لكن حياتك أيها الإنسان فرصة واحدة غير قابلة التعويذ لا تجعلها مجالا للمغامرة فإن نجح الإنسان في هذا الاختبار العظيم الذي نعيشه الآن فقد سعيد السعادة الأبدية وإن فشل في هذا الاختبار فقد شقي الشقاوها العظيمة ولهذا يقول سبحانه فأما من ثقلت موازينه فأولئك مفلحون أما خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يعني خسر كل شيء حتى نفسهم ومهما حقق الإنسان من نجاحات في هذه الدنيا إذا كان فاشلا في علاقته بربه فيبقى في النهاية أنه هو الفاشل وهو الخاسر ومهما حصل له من تعثرات ومصاعب ومتاعب في هذه الحياة إذا كان ناجحا في علاقته بربه يبقى في النهاية أنه ناجح وأنه الفائز